وقعت وزارة الدفاع مع الحرس الوطني بولاية أريزونا الأمريكية على برنامج شراكة لبناء تعاون مشترك في الشأن العسكري والأمني وجوانب مختلفة ويُعنى البرنامج الذي تم توقيعه بين البلدين بإقامة علاقات شراكة طويلة الأمد تتبادل فيها سلطنة عمان ممثلة بوزارة الدفاع والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالحرس الوطني بولاية أريزونا أفضل الممارسات العملية والمعرفية المتخصصة وقع على برنامج شراكة مع الحرس الوطني بولاية أريزونا من الجانب العماني الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة فيما وقعه من الجانب الأمريكي اللواء كيري مولبينك قائل الحرس الوطني بولاية أريزونا وبحضور سعادة كاتي هوبس حاكمة ولاية أريزونا الأمريكية